أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا هذا اليوم اقتصادي وخبير في طرائق التعليم لكنه يعرف نفسه كلاجئ فلسطيني تولى ولا يزال العديد من المناصب السياسية والدولية فمن عضوية في مجلس العيان الأردني إلى سفير خاص للأمم المتحدة للسياحة والتنمية لكن دعواته في مجال التعليم والاقتصاد قد تبدو للبعض احتجاجية وطباوية أحيانا خاصة فيما يخص المنطقة العربية عن هذه الدعوات والمشاريع أسأل الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الدولي في الاقتصاد والتعليم لماذا يجعل النظام الضريبي سبيلا للديمقراطية هل توجد ديمقراطية حقا في أي من الدول العربية سواء أكانت بنظام ضريبي أم بدونه لماذا يقول أن ثورات الربيع العربي مثلت حطاطا عربيا على حد وصفه لماذا يرى مستقبل العرب مع الصين وطريق الحرير كيف يقوم دعواته لتعليم دون مدارس أو جامعات ما واقعية حقوق الملكية الفكرية في ظل غياب القوانين التي تحميها في الدول العربية دكتور طلال أبو غزالة أهلا بك في بلا قيود شكرا لك سيدي دكتور طلال بدأت بشركة تدقيق حسابات وتوسعت وخط غمار المنافسة العالمية هل آمنت منذ تلك الأيام المبكرة في مسيرتك الغنية والطويلة بسطوة الاقتصاد في حياة بني البشر أنا أؤمن أن ليس هناك قرار يسمى قرار سياسي أو من أي نوع إلا القرار الاقتصاد الاقتصاد هو الذي يحرك الجيوش ويحرك القرارات السياسية ويحرك حياة الإنسان ليس هناك شك بأن الاقتصاد هو أساس كل اتخاذ لأي قرار وأنا عندما بشرت كما تفضلت في المقدمة وعلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك آيفاك أصريت ونجحت في أن أغير تعريف المحاسبة بأنها الأدات لصنع القرار الاقتصادي وأنا دائما أتحدى أن يعطيني أي معارض قرارا ليس مبنيا على أسباب اقتصادية أو هادفا لتحقيق مصالح اقتصادية تتحدث عن المحاسبة دكتور طلال المحاسبة في سياق اقتصادي كما تقول الآن كلام في محله لكن المنطقة العربية تطمح ثم تأجيال صاعدة تطمع إلى محاسبة من نوع خاص وإذا أردت أن تدعو لكل هذه الأفكار الثورية الحيوية المواطن يريد أن يحاسب الحكام أن يسألهم عن مسؤوليتهم وعن أدائهم هل ذلك متوفر؟ بدأت في سؤالك وفي بداية الحلقة بالسؤال عن الديمقراطية في الوطن العربي أنا أريد أن أتكلم بشمول دولي ليس هناك ديمقراطية حقيقية كاملة في أي بلد في الدنيا بما فيها أمريكا الدولة العظمى وبما فيها بريطانيا حيث نحن نجري هذه المقابلة طيب فإذن المكان الوحيد الذي تحققت فيه وتتحقق الديمقراطية الكونية الكاملة هو على الإنترنت في الإنترنت كل من يدخل هذا المحيط هو متساون لكل إنسان آخر وبالتالي إذا أردنا تحقيق الديمقراطية الحقيقية يجب أن يتحول العالم كله ودوله ودوله تحديدا إلى أن تصبح مجتمع معرفي في المجتمع المعرفي الفرد أو الطفل في أي قرية صغيرة في الوطن العربي أو في العالم له نفس الحقوق التي لحفيد أو ابن رئيس أكبر دولة في الدنيا طيب دكتور طلال أنت أخذتني على نقطة يتصدى لك فيها لا أريد أن أقول خصومك ولكن من ينتقدون آراءك نقطة تبدو أقرب إلى المثالية وكأنك تريد أن تأخذنا إلى مدينة أفلاطون المنطقة العربية ليس في متناولها الإنترنت إذا أنت عددت دولا على رؤوس الأصابع اللي هي دول الخليج بقية الدول تعاني يعني تعاني من أشياء أساسية فنهيك عن الإنترنت تسمح لي أن أعارضك فضل لأنك أنت في محطة نفخر بأنها مكان للحوار والأراء المختلفة أولا ليس صحيحا أن الدول الغنية أو الخليجية أو الغنية في العالم هي الأكثر تقدمة في الإنترنت أريد أن أبشرك بأن اللاجئ الفلسطيني واللاجئ السوري في المخيمات المعرفة الرقمية لديه هي أعلى نسب من المدن الكبرى في الدنيا لماذا؟ لأنها الحاجة ونعمة المعاناة أنا رسالتي دائما أبشرك كتاب وحيب بحياتي اسمه نعمة المعاناة اسمه نعمة المعاناة هذا اللاجئ وهذا الإنسان لسبب أنه ليس لديه نادي ولا مكان يأخذ الـ تبعيته إله ولا عنده مطاعم ولا عنده فرص إلا أن يعيش مع هذا الجهاز الذي يصله بالعالم كله نجد أن أعلى نسبة معرفة رقبية هي عند المناطق الأقل حظا في العالم لدينا أيضا في المنطقة أنا أريد إذا سمحت لي أريد أن أضيف أننا استطعنا بموجب وهذا أيضا يهم المستمع الدولي نحن بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ندير الآن وللسنة الثالثة برنامج لتعليم السوريين في المخيمات في الأردن للحصول على شهادات جامعية أونلاين من جامعات معترف فيها بالدنيا وهم في مخيماتهم هذا الشيء جميل هذا يأخذ العملية التعليمية إلى مرحلة جديدة سنأتي إلى ذلك لاحقا لكن لا نريد أن نبتعد عن عنصر الممارسة السياسية وكأنك تريد أن تقول للمواطن العربي من المحيط إلى الخليج فلتلتهي بالإنترنت وبما تقدمه لك من فرص ربما حتى نشوة ودعك من السياسة لأن ما شهدته المنطقة العربية كانت تحركا من أجل الديمقراطية أنا أيضا أختلف بأن ما شهدته المنطقة أنه تكره الكرك من الأجل الديمقراطية لم تكن سوريا أقل دولة ديمقراطية في العالم ولم يكن العقراء كذلك هناك دول أكثر ضعفا في الديمقراطية ولم تنال ما حصل هو مرحلة العصور السوداء ويجب أن نتذكر أن هذه المرحلة اللي هي الدارك إيجز مرت فيها أوروبا وبلدك بريطانيا التي تقيم فيه هذه الدول في بعضها استمر لسبعين سنة وأنا منذ بداية ما سمي بالربيع العربي قلت أن هذه هي الحطاط العربي السوداء الحطاط العربي أحسنت طيب والتي سيأتي بعدها وأنا أزعم أننا ابتداءا من العقد القادم يعني 2020 سندخل في مرحلة النهضة العربية وستنتعود هذه المنطقة لتأخذ دورها القيادي في الحضارة في العالم البشرية طيب هل تريد دكتور طلال هل لك أن تخاطب المواطن العربي وقد جئت بكل هذه المشاريع والأفكار الجذرية الثورية أنه سيكون بإمكانه بعد هذه الفترة الزمنية التي تتنبأ بها أن يكون حرا في اختيار ممثله السياسيين في انتدابهم لفترة انتخابية محددة يغادرون فيها بقوة القانون والدستور أنا مع أني أتجنب دائما البحث السياسي ولكن احتراما لسؤالك عن الديمقراطية أريد أن أقول أنا أولا في عدة في أكثر من 15 منصب ترقست فيها هيئات وفرق عمل في الأمم المتحدة في إحداها طالبت بحق الإنسان في الاتصال في الإنترنت أيضا أنا أنا ترقست مع كوفي عنان ومع بانكي مان بانكي مون نعم ككوت شيرز فريق الذي أسس اليوان جلوبال كومباكت المثاق الدولي للأمم بالتحدي الذي نص على حقوق الإنسان وأنا أؤمن به وأنا عملته على اللجنة الملكية في الأردن للموضوع النزاحة والمساواة بين المواطنين نحن لا أقول أبدا أننا نريد أن ننهي أو أن الموضوع الحقوق والديمقراطية هو مش مهم هو مهم ولكني أنا دائما أقول أن الطريق الأبعد هو دائما الطريق الأقصى نحن نريد لا يمكن لا يمكنك أن تحقق ديمقراطية في مجتمع جاهل يجب أن يصبح المحترم إعطاء الدمقراطية للجاهل إعطاء سلاح يقضي به أريد أمتي وشعبي ووطني أن يصبح مجتمعا ودولا معرفية وهذا يفرض الدمقراطية حتما دكتور طلال أنا لا أريد أن أجرك بأي حال إلى مستنقع السياسة الذي يصف بالقدر أنا مستعد أنا مستعد كرمالك كرمالك مستعد خلي ليك المشكلة أن الكثير من المواطنين في العالم العربي يقولون لك نحن تجشمنا الكثير قبل أن نجرؤ على الانتفاضة في وجه نظم مستبد بشمولية منذ الاستقلال إلى الآن ما العمل وهذه الأنظمة الآن تحاول الانقضاض على السلطة بقبضة أشد سرامة كيف تطمئن هؤلاء إلى أن التغيير قادم شاء من شاء أبا من أبا أنا خلينا أقول لك كيف هذا اللاجئ الذي ألقي خارج وطنه عمره عشر سنين كان أمام خيارات ماذا يعمل في شعور من الألم والظلم والمعاناة طيب قررت أن طريقي ورسالتي هي أن أتفوق على عدوي أنا أريد الطريق الأطول والأصح أريد أن يصبح كل إنسان في وطن العربي إنسانا معرفيا وأن تصبح دولنا دول معرفية عندما نطبق الحكومة الإلكترونية سيدي تنتهي المحسوبية ينتهي رشوة تنتهي عدم المساواة عظيم أنا أقول أنني لا أريد أن أتجنب ولكن أريد أن أصل إلى أن تصبح بلادي كلها فنلندا فنلندا ليست مختلفة عني في ظروفي ويجب أن لا أقول أكون أقل منها معرفيتها لحظة سنعود إلى النموذج الفنلندي لأنه من الأطروحات القوية في فكرك دكتور طلا لكن قبل ذلك هل في العالم العربي أي نموذج ناجح لحكومة إلكترونية إذا استثنينا دبي وهي ليست حكومة يتعلق الأمر بإدارة إمارة يعطينا نماذج الحكومة الإلكترونية لا تعني حكومة هي تعني مجموعة خدمات عبر الإنترنت عبر الإنترنت من أي دائرة للمواطن هذا قطعنا فيه أشواطا كبيرة وأنا متابع له وهو من اختصاصنا وهو على مراحل كبيرة من التقدم في العديد من الدول أنت الآن تستطيع أن تدخل إلى مسقط كمثال ولا ترى رجل الجوازات أنا أدخل أضع بطاقتي ويفتح لي الحاجز وأدخل البلد انتهى هذا حكومة إلكترونية أنا أستطيع في الرياض أن أعطي جواز سفري إلى مدير مكتبي وهو على الكمبيوتر يجدد إقامتي ويطبعها لي دون أن أرسل الجواز أو أي مراسل إلى الحكومة هناك مراحل كبيرة بما في ذلك في التعليم التعليم هو جزء من الحكومة الإلكترونية خلينا إلى في التعليم شوي دكتور طلال الآن أنت خط بخبراتك بطموحاتك الكبيرة وكالات ولجان أممية مختلفة في هذا المجال يعني على سبيل المثال لا الحصر فريق رسم سياسة تكنولوجيا المعلومات العالميا بالنسبة للعالم العربي كيف وظفت معارفك كيف وظفت خبراتك في المنطقة العربية التي توظف فيها وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الجديد في نشر أشياء من قبيل الكراهية المذهبية الكراهية السياسية وفي مناخ من القمع السياسي لا أحد يستطيع أن ينفي ذلك أنا أعتقد أن هناك مبالغة في القمع السياسي أنا من حيث شخصي بكل حياتي لم أرى لا مخبر ولا شرطي ولا رجل آمن يحاسبني أو يقول لي تفضل بدنا ياك طيب لأن الإنسان الذي يحترم سيادة القانون لا يمكن أن يقمع بأي بلد في الدنيا بما فيها بلادنا وأرجو أن لا نميز بين أوضاع دولنا العربية ودول العالم لدينا أي بلد في الدنيا دكتور لدينا مشاكلنا أريد أن نتطرق لجميع الأفكار ما شاء الله على غزارة أفكارك تقول بأن العالم يشهد الآن شكلا من أشكال إعادة الترتيب النفوذ بين الأمريكان والبريطانيين والصين من الناحية الأخرى وروسيا ما محل المنطقة العربية من الإعراض في هذه المعمعة أنا بدي أقول جملة وأتحدى أحدا أن يثبتني خاطئا المنطقة العربية ستجهد ازدهار وستكون عضو أساسي في صنع سياسة العالم وإذا كان الكلام هذا غلط أرجوك أن تفسر لي لماذا كل دول الدنيا وأنا لا أتكلم عن أمريكا والصين حتى الدول المتوسطة الحجم والصغيرة الحجم تريد أن يكون لها وتحارب ليكون لها موطئ قدم في المنطقة لماذا إذا كانت هذه المنطقة لا مستقبل لها ولا جدوى فيها لماذا يتنافس كل العالم عليها أعطيني جواب منطقي المطلوب منك أن تقدم لمشاهديك لمتابعيك الجواب على السؤال هل معنى هذا إذا كانت الدول تتصارع على أن تجد موقع قدم أو لقطة تفوق بأي شكل من الأشكال هل معنى هذا أن فكرة عولمة التبادل التجاري وكل الوعود اللي جاءت معها بجلب الرخاء للإنسانية هذه الفكرة فكرة العولمة هل أفلست أفلست أفلحت جدا أنا كمان أيضا من أحد المهام أنا سألتك أفلحت أفلحت ولم تفلس أنا سيدي أنا على مجلس قدمت على مجلس صياغة استراتيجية التجارية العالمية في المنظمة العالمية للتجارة منذ عامين وكان لي دور في رسم السياسة المستقبلية التجارية وشاركت في تقديم المشورة للعديد من الدول في عملية الانضمام للمنظمة وهنا أقول أن الانضمام للمنظمة وأنا لسه مجري مقابلة مقابلة تلفزيونية مع العراق مع التلفزيون العراقي حول انضمام العراق إلى المنظمة إن الانضمام إلى المنظمة يفرد شروطا على الدول للإصلاح الاقتصادي ولذلك كانت العملية ما يسمى بالعولمة وهو المنظمة العالمية للتجارة كانت أحد أدوات الضغط على جميع دول العالم بتقوم بالإصلاحات التجارة ويقيد التبادل التجاري الذي هو جوهر فكرة العولمة والتبادل التجاري الحر وغيره يطبقون الحمائية هذا سؤال هام جدا سؤال جمدا إن سياسة أن الدولة أولا دولة أي رئيس دولة هي أولا وسياسة الحمائية تناقض شروط المنظمة العالمية للتجارة وتستطيع نظريا تستطيع أي دولة في العالم أن تقاضي الدولة الأمريكية أمام المنظمة العالمية للتجارة إن جرأت إن تجرأت وهذا هو السؤال لأمام ما يسمى مجلس حسم المنازعات في المنظمة المعالمية للتجارة وأنا خبير فيها هناك قضاء أحسن من أي قضاء في أي دولة في الدنيا السؤال هل سينصاعوا ويصدر أحكام إلزامية للتنفيذ على الدول المخالفة لم يجرؤ أحد حتى الآن على تحدي أي دولة مما فيها الولايات المتحدة عندما هددت أو اتخذت إجراءات حمائية الآن ما قصة ما قصة إعجابك واهتمامك بالمقارنة بين فنلندا والأردن وتكافؤ المؤهلات بينهما وتباين الأداء والإنجاز المقارنة هي لكي أقول لأبنائي والزملائي وأساتذتي وقادتي في هذا البلد أننا كفنلندا عدد سكان والإنتاجية هي ناتج السكان عدد ما ينتجوه من أوتبوت نعم ونحن بنفس الوضع الاقتصادي والثروات كفنلندا ليس عندنا نفط ولا عندنا غاز ولا 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 بل نحن نتفوق على فنلندا بالفصفات والبوتاس وغيره وإلى آخر والطاقة الشمسية أنا أقول أنا أقول أنه من غير المقبول ولا في مبرر لأن الفنلندي جيناته ليست أحسن من جينات الأردني ما العمل وقيادته ليست أفضل من قيادة الأردن ما العمل أن يكون الناتج القومي بفنلندا لدولة مماثلة بالمقارنة يكون في فنلندا 180 مليار وأن يكون هنا 40 مليار دولار ما العمل يجب أن يكون الناتج القومي الأردني 180 مليار كيف لأن يتحول هذا الوطن إلى منتج للمعرفة ينتجها ويبيعها وليس فقط مشتريا لها وهذا يتطلب أن يصبح كل إنسان في هذا البلد إنسانا معرفيا دكتور طلال كيف تريد أن يحصل ذلك وأنا أقود هذه الحملة نتمنى ذك التوفير من خلال مجتمع طلال أبو غزالة المعرفي الذي وضع خطة لنحقق هذا الهدف إن شاء الله بتوصياتنا وإجراءاتنا لدى الدولة عام 2030 طيب دكتور طلال نتمنى لك كل نجاح في هذا المسعة لكن كيف ستحققه وأنت الذي تدعو إلى إلغاء المدارس والجامعات تقول بتعليم دون حاجة لمدارس وجامعات كيف بالله عليك أنت بتحكي فالزورة يعني هو نفسه هو هذا الأسلوب لنصبح مجتمع معرفي أنا أريد سيدي هل تخرج بيل جيتس أو ستيف جوبس أو زوكربيرغ من الجامعة ألم يصبحوا من أكبر صانعي الثروة دكتور أنت تفترض أن كل إنسان في هذه الرقعة الجغرافية من المحيط للخليج عنده نفس مؤهلات بيل جيتس وغيره وغير غيراته لا يمكن أن أقبل أنه ليس في أمة العربية أمثال بيل جيتس وزوكربيرغ أن اختراع واحد هو على حجم الاقتصاد الأردني كله يا سيدي أكثر من هيك من هي أكبر شركات في الدنيا؟ أربع شركات في الدنيا الكبرى في العالم التي تتنافس لتكون عام 2020 دخلها أكبر من دخل أمم كاملة أربع شركات كلها شركات معرفية كلها اختراعات معرفية التعليم الرقمي هو ليس إلغاءاً للمدارس بل هو أسلوب جديد للتعليم نحن ما زلنا نعلم بأسلوب التعليم الذي درسوا فيه أجدادنا التعليم الرقمي جامعات أمريكا دراسة أمريكية عام 2020 متوقع أن 80% من الجامعات ستصبح رقمية ما فيها كامبس ولا أساتذة لن يطول الانتظار حتى نرى ما إذا كان ذلك سيكون شيئاً من الواقع من أحدث المهام التي كلفت بها دكتور طلال أبو غزالة سفارتك الخاصة للأمم المتحدة في دنيا السياحة على شكل مستدام السياحة تعلم جيداً كما الاقتصاد بحاجة إلى عنصر حيوي ألا وهو الاستقرار أريد أن أعطيك نماذج عندك مصر ماذا تعاني بسبب عدم الاستقرار ماذا يعاني قطاعها السياحي تونس وثم تأمثلة أخرى ما هو حلك السحري الحل هو السبب في تعييني سفيراً طيب لماذا؟ لأنني كلفت الآن بهذه الصفة وإضافة لها أن أنشأ وأرأس مركز دولي للسياحة الذكية بمعنى أننا يجب أن نستطيع أن نزور مراكز سياحية في مصر رقمياً ومن خلال التقنيات العالمية في ظروف لا تسمح إذا كانت لا تسمح مع أنني أنا معترض وأقول أن الظروف تسمح بزيارة كل المواقع في مصر إنما الحل يا سيدي هو أن نبلور تقنيات للزيارة السياحية رقمياً أي عبر الإنترنت نعم وكيف نسوق أيضاً المرافق والسياحة ليست فقط سياحة التجول والزيارة التعليم هو سياحة عندما يذهب الطالب إلى البر هذه سياحة تعليمية سياحة طبية سياحة المؤتمرات سياحة اللقاءات الدولية كل هذا يدخل ضمن السياحة يجب أن نطور التقنية التي تسمح بأن نؤديه رقمياً دكتور لا بد أن أدفع إليك بالفكرة التي يقولها ممتقد أرائك أو المعلقون عليها بأن أفكارك أحياناً تبدو طباوية ردي بكلمة بسيطة واحدة كل ما يستطيع العقل البشري أن يتخيله هو حقيقة وأثبت التاريخ أننا عندما تخيلنا كيف تطير الطائرة طارت الطائرة عندما تخيلنا كيف يكون عندنا ثلاثة أبعاد حصلنا على ثلاثة أبعاد عندما تخيلنا الوصول إلى القمر وصلنا إلى القمر كل ما يتخيله الإنسان هو حقيقة قابلة للتنفيذ دكتور طلال أبو غزالة الخبير الدولي في شؤون الاقتصاد والتعليم شكراً جزيلاً لوجودك بمعنى في بلا قيود شكراً لك اشتركوا في القناة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم